ايه زيكم يا شباب? يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. موضوع للنهاردة ان شاء الله يبقى عن دوة مهمة جدا. فهو دوة بشري. اه للعصافير وللحمام. بس قبل ما نتكلم مع انه يا ريت تشتركوا في القناة واتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. الدوة ده اسمه نيستاتين. ده دوة للاطفال. ده دوة بيجي عبارة عن عبوة. فيها اطارة وعقوة وازازة تانية فيها دوة. الدوة ده فعال جدا في العصافير وفي الحمام بالذات الافرخ الصغيرة. بيعالج القنكر والسلموليل. اه الدوة ده مهم جدا في قبل الفأس. بتلات ايام لازم كل الطيور اللي عندك قبل الفأس تاخد منه بتلات ايام لانه هو اصلا مضاد للفطريات. وزي ما انتم عارفين العصافير والحمام قبل الفأس. بيجمعوا الاكل في حصلتهم اه وبيجهزوا عشان يزقوا بالفرخ الصغيرة. وطبعا اه ده بيسبب ان الفطريات وبالاخص الكنكر ان هو يتكون. اه فالدوة ده مفيد جدا للاهالي قبل الزق بيتهر لهم معدتهم الفطريات. فبالتالي ما بيجي زق الزغلون الصغار بيزقها على نظافة. اه وبرضو بنديله برضو للفراخ وهي لسه خارجة اول تلات ايام بتحميهم الفطريات اللي اللي بياخدوها من الاهالي اثناء الزق. فهو ده مفيد جدا للزق بالاخص الزغليل الصغيرة. ان شاء الله يقلل منك اه مستوى النافق من الزغليل سوى في الحمام او في العصافير. وهقول لكم جرعته ازاي دلوقتي جرعته عبارة عن اه اتنين سنتي على اللتر المية لو انت عندك بتمربي جماعي وبتحط كميات مياه كتير يعني اه اما لو انت مربي في اقفاص اه كل جوز مع بعضه فجرعته بتبقى اه عشر نقط على المسأل ميت ملي بتحطها للعصافير لمدة تلات ايام يعني ما ينفعش تحط الجرعة واحدة وتقضيهم التلات ايام لازم كل يوم تغير الجرعة لان الدواء بمفعوله بيبقى بعد اربعة وعشرين ساعة بيبقى كائن لك مش حاط الدواء بيبقى كائن له ما هي عادية فلازم تاخد بالك من النقطة دي اتمنى يكون الفيديو فاتكه ما تنسوش تشتركه في القناة وتفعله زر الجرس واشوفكم على خير ان شاء الله وشكرا لكم